شاهدين الأكارمة تحية متجددة لكم أحلى سلام وأحلى كلام لكل الناس لنضمط والتحق التبين الآن نقول لكم ما زلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا ربع برنامجنا ما زال متواصل فقراتنا العديدة والمتنوعة ما زالها مستمرة إلى غاية العاشرة إلا ربع نستقبل بعض لحظات وضيوب بشعال جمهور مختلف المواضيع في الصحة في الثقافة في التربية في التكنولوجيا وغيرها من الفقرات لدائما ما تكون حاضرة معنا في البرنامج صباحة كل يوم نحاول النوع ونشكله من فقراتنا اليومية من أجل خدمة المجتمع ومن أجل الوصول إلى اهتمامات وانشغالات المواطنين الأوفية للبرنامج ولدائما يتفعلوا معنا عبر مختلف منصاتنا على سوشيال ميديا نقول لكم بداية يوم موفقة ومتابعة ممتعة للبرنامج إن شاء الله نكونوا خفاف دراف عليكم وإن شاء الله نكفوا ونوفوا بمختلف المعلومات التي سنقدموها لكم صباحة اليوم دون إيطالة مشاهدين الأكارم من بين فقراتنا اليومية الصباحية المتنوعة وللازم نمر عليها هي الأخرى هي فقرات أحوال الطقس من خلال هذه الفقرات دائما ما نخذوكم في رحلة في الجزائر تعرفوا على الوضعية الجوية المرتقبة لكل يوم بحول الله أكيد مشاهدين الأكارم الجزائر كبيرة عريضة إلا كان هنا اشتوى في منطقة أخرى تكون الشمس وإلا كان الشمس في منطقة أخرى هناك غيوم وهكذا تختلف وهكذا يتبين الأجواء بين مختلف ربوع الوطن وهذا الشيء اللي يميز الجزائر دون إيطالة إلى أحوال الطقس وراجعين إلى الأستوديو ماتزابيوشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحية صباحية عطيرا نزفوها لكل ناس لريتشات في نصبحت اليوم من خلال شاشة شروق مورنينج نعود نذكركم باللي راكم نشوفه برنامج شروق مورنينج هذا البرنامج اليوم هي الصباحي الخدمات اللي يطلع لكم يوميا سبع أيام على سبع أيام ابتداء الساعة السابعة صباحا فقط أيام نهاية الأسبوع يعني الجمعة والسبت اللي انتلقوا في تمام الساعة الثامنة دائما إلى غاية العاشرة إلا ربا نحاولوا دائما من قسمكم جديد المعلومات وأهم المواضيع اللي تهموا تخص الشارع الجزائر المواطن الجزائرين نقول لكم رسلونا اقتراحتكم ولا إلا راكم حابين تكونوا ضيوف معنا في الستوديو وفي البرنامج عبر الإيميل الخاص ببرنامجنا اللي هو الشروق مورنينج 2022 الجيميل بون كوم الشروق مورنينج 2022 الجيميل بون كوم هو الإيميل الخاص بالبرنامج مع لكم غير تخلونا الاسم اللقب الموضوع اللي راكم حابين تكونوا حاضرين فيه هو أيضا رقم الهاتف ونقول لكم أبوا ببرنامجنا مفتوحة للجميع أيضا موجود رقم الهاتف في خدمتكم دايما ما نفتحوه لاستقبال مكالمتكم الهاتفية وتوجيه رسائلكم حتى استفساراتكم وأسئلتكم للضيوف اللي يكونوا حاضرين في الأستوديو في مختلف المواضع في الصحة والطربية والثقافة والمجتمع والصحة النفسية لعندها اهتمام كبير عند المواطن الجزائر لا بأس أن أذكر مشاهدين الأكارم باختصار على أهم المواضيع اللي رح تكون حاضرة معنا صبيحة اليوم في فقرات المتبعات النفسية رح نطرق عفوا إلى اضطراب ما بعد أو اكتئاب ما بعد الولادة هنتعرف على الأسباب الأعراض وطرق الوقاية والعلاج من الجانب النفسي أكيد المرأة الجزائرية ربما تسوفر في بعض الأحيان من اكتئاب ما بعد الولادة لأسباب مختلفة أهمها تغير شكلها أهمها ربما عدم تقبل فكرة الولادة أيضا عديد الأسباب تخليها تدخل في دوامة رفض الطفل وحتى عدم تقبل لذاتها والأكيد اليوم رح نصل إلى معرفة الأسباب الحقيقية وراء اكتئاب ما بعد الولادة رح نطرق إلى الأعراض كيفاش نعرفه أنه هذا السيدة أو هذا المرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة ورح نجاوب على عديد التساؤلات فيما يخص هذا الموضوع ثالث موضوع رح يكون حاضر معنا صباحة اليوم مشاهدين الأفاضل وهو في الفقرة التكنولوجية رح نقول اليوم ابتكارات بسواحد جزائرية تنافس على ألقاب دولية اليوم الشباب نرح يحاولوا يبتكروا رح يقدموا الأفضل دائما ما يكونوا في الواجهة أو حتى لما يشاركوا في مسابقات وطنية أو حتى على المستوى الدولي والعالمي رهم نفسه على ألقاب جميلة جدا اليوم رح يكونوا حاضرين معنا نماذج خرجي جامعة جزائرية عندهم ابتكار رح يعرفون عليه ورح يعرفون على الألقاب اللي حصدوها في مختلف المسابقات العالمية دائما ما نقولوا هنيئا للجزائر بهذا الشباب وهنيئا للجامعة الجزائرية لتخرج هذا المستوى العالي فيما يخص التكنولوجيا وثالث موضوع يكون حاضر معنا الصباحة اليوم مشاهدنا الأفاضل في الفنون والثقافة واللي عندها حيز كبير من البرنامج أكيد المصرح الغنائي يحتوي أصحاب الحناجر الذهبية رح نتعرف على كيفاش الشباب يلجو إلى عالم المصرح عن طريق الغناء ولأصحاب الحناجر الذهبية والأصوات الجميلة يدخلوا إلى عالم التمثيل من خلال أوبيرات من خلال أيضا مسرح غنائي كل هذا في حلقة اليوم مشاهدنا الأكارم إن شاء الله نوعوكم بين الفقرات والمحتوى والمواضيع إن شاء الله نقدموكم الأشياء عفوا ليركم محتاجين شوفوا هدون إطالة مشاهدنا الأكارم مش رأيكم نروحوا إلى فقرات معرض الصحافة هذه الفقرات القارة والخاصة بالبرنامج اللي يكون حاضرة صبيحة كل يوم من خلال نخلوكم على اطلاع على أبرز ما جاء في الصحف الوطنية العربية وحتى الدولية ونتعرف على أهم العنوين الرئيسية في اختيارات لبعض الصحف نتعرف عليها بعدها الجنجل معرض الصحافة من قناة شرق نيوز أهلا بكم مشاهدنا الأكارم وهذه جولة سريعة بين مختلف الصحف الوطنية والعربية والدولية للإطلاع على أبرز ما جاء فيها لنهار اليوم والبداية مشاهدنا الأكارم بيومية الشروق التي عنونت صفحتها الأولى بمختلف المواضيع المتنوعة جاءت كالتالي ترقيات جديدة في التربية والامتحانات تجرى يوم السادس عشر جوليا على أساس الاختبارات الكتابية وفي عنوين ثانوية تطالعونها في هذا الموضوع تقول يومية الشروق شروط الدقيقة للالتحاق بخمس وعشرين إدارة رتبة إدارية عليا بعنوان الفين واربع وعشرين وثمانية عشر رتبة تخضع لتكوين تخصصي والباقي يلتحقون مباشرة وهكذا يتم ضبط المناصب وكل شيء عن الرتب الآيلة للزوالة تعود يومية الشروق على صدر صفحتها إلى موضوع دولي وتكتب تكتل الجزائر وتونس وليبيا نتائج دولية فورية وروما تعقد أول اجتماع مع آلية التنسيق الثلاثي المغاربي وفيما جاء أو أهم ما جاء في هذا الموضوع تقول اليومية حكومة إيطاليا تشدد على الانتقال من التعاون الثنائي إلى المقاربة الإقليمية الشاملة وموريطانيا تبعث برسائل عسكرية مشفرة إلى المغرب وتتوعد بالرد على أي اعتداء تعود يومية الشروق على صدر أو على الصفحة الأولى إلى قطاع الإعلام وتقول صدور النصوص التطبيقية للإعلام خلال أيام مع تسوية وضعية القنوات التلفزيونية الخاصة حسب ما قاله العجاب وفي مواضع أخرى تطالعون في الشق الاجتماعي تخفيضات على أرباح السيارات بالتقصيد تصل 30% وفي سلك القضاء العدالة على موعد لفك الغاز الاعتداء الإرهابي بتيجنتورين وأربع إرهابيين يمثلون أمام جنايات الدار البيضاء في 27 من مايو كما تطالعون أسفل الصفحة الأولى نحو فتح محلات جيبلي للحليب ومشتقاته بأحياء عدل و300 عارض وطني وأجنبي في صالون الجزائر الدولي في الطبع الخامسة والخمسين وفي عنوان في الرياضة مباراة الجزائر غينيا في السادس جوان المقبل بملعب نيلسون مونديلا وفي انتظار الكشف عن مكان وتوقيت لقاء أغندا نبقى وإياكم مشاهدين الأكارم ضمن يومية الشروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي 1.5 مليون مترشح لامتحاني الباكالوريا والبيام كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد الخميس بالجزائر العاصمة أن أزيد من مليون ونصف مترشح مسجلون لاجتياز امتحاني شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024 على المستوى الوطني وفي كلمة له خلال ملتقى وطني حول ضبط وضعية تحضير الامتحانات المدرسية الوطنية دورة يونيو 2024 وضح بالعبد أن الهدف من هذه الندوة يتمثل في الوقف على ما تم إنجازه من تحضيرات للامتحانات المدروسة الوطنية دورة جوان 2024 والتي سيجتازها أزيد من مليون وستمائة ألف مترشح من بينهم ثمانمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وتسع وثلاثين مترشح لشهادة التعليم المتوسط وثمانية ألاف وستمائة أو ثمانية ألاف وستمائة واثنين وستين ألف وسبعمائة وثلاثين مترشح لشهادة الباكالوريا وذلك في الفترة الممتدة ما بين الثالث والخامس جوان المقبل نبقى وإياكم ضمن يومية الشروق مشاهدين الأكارم واخترنا لكم مقالا آخر وعنونا كالتالي تخفيضات تصل ثلاثين بالمئة على أرباح سيارات بيئة تقسي تباشرة القرض الشعبي الجزائري إجراءات جديدة لتسهيل استفادة زبائنه من منتجات الصيرف الإسلامية من خلال إبرام اتفاقية مع شركاء من المؤسسات تؤهلهم للاستفادة من أسعار تفاضلية على منتجات المرابحة منها سيارات المنتجة محليا فياطوة التي شرع القرض الشعبي الجزائري في تمويلها رسميا تصل ثلاثين بالمئة حيث تم توقيع اثنى عشر اتفاقية لحد الساعة وفي السياق كشف رئيس قسم الصرف الإسلامية الصرف الإسلامي على مستوى القرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري عن تخفيضات تصل ثلاثين بالمئة في هامش الرح لمجموعة من المتعاملين شرع القرض الشعبي الجزائري في توقيع اتفاقية معهم لتمكين العمال والموظفين من الاستفادة من السيارات بالتقسيد حتى سكنت مقابل أسعار تفاضلية من يومية الشروق مشاهدين الأكارم إلى جريدة الخبر وتطالعون فيها ما يلي خمسة وعشرين امتحانا مهنيا للترقية في قطاع التربية والخبر تنشر كل تفاصيل العملية تحسبا للدخول المدرسي المقبل ووزير التربية بالعابد يقول واحد فاصل سبعة مليون مترشح لاجتياز امتحانات البيام والباكالوريا تعود يومية الخبر على صدر صفحتها إلى موضوع دولي وتكتب اجتماع مجموعة ثلاثة زائد واحد في روما من أجل مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة كما تطالعون أسفل الصفحة الأولى في موضوع اقتصادي 183 شركات تقتحم السوق الموريطاني وانطلاق التبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بأنواكشوت وتوقعات بارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين دون أن ننسى مختلف المواضيع التي تأتيكم ضمن يومية الخبر لنهار اليوم من جريدة الخبر مشاهدين الأكارم إلى يومية أخرى واخترنا لكم جريدة المساء التي كتبت دعم مطلق وإنجازات إعلامية فاردة ورئيس الجمهورية يشرف على احتفائية اليوم العالمي لحرية الصحافة وأبرز ما جاء في هذا الموضوع الرئيس تبون قدم كل الدعم لوسائل الإعلام وكرس سننا حميدة والرئيس تبون التزم بوضع إعلام صادق وموضوعي لخدمة المواطن تطالعون على الصفحة الأولى أو على رأس الصفحة الأولى في ملف فلسطين يقول الصحراوي في اجتماع لبحث استغلال الفيت ضد عضويتها بالأمم المتحدة حان الوقت لرفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين وفي الشق الوطني الحكومة تحضر لزيادة في معاشات ومنح المتقاعدين وفي موضوع آخر في الصفحة الثالثة الجزائر نجحت في حماية تنوعها الثقافي من دعاة الفتنة تطالعون أسفل الصفحة الأولى تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية تكفل بضحايا العدوان على غزة دفعة ثانية من أطفال فلسطين في الجزائر للعلاج من يومية المساء مشاهدنا الأكارم إلى جريدة أخرى وإلى جريدة النصر التي كتبت في مختلف المواضيع أبرزها رئيس الجمهورية يشرف على احتفائية اليوم العالمي لحرية الصحافة واستمع إلى انشغالات الصحافيين وهنأهم بهذه المناسبة كما يقول العقاب أو يدعو العقاب الإعلام إلى لعب دور في المصلحة وسيادة الوطن بالبونط العريض تكتب يومية النصر نهاية زمن العصابات والعبث بالمال العام في رسالة وجهها رئيس تبون من دار الشباب وحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إلصال رسالة سياسية واضحة وصريحة من خلال هذه الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية كما عادت يومية النصر أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع اجتماعي وتقول الحكومة تدرس إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد والقرار سيعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء كما تطالعون في مواضع من مختلف الولايات من عن نابة ربط ذراع الريش بنظام الكاميرات والحماية عبر الفيديو ومن قسنطينة توقيف أربع أشخاص بتهمة المتاجرة غير المشروعة بالأنسولين تقرؤون أسفل الصفحة الأولى في موضوع التربية أزيد من 1.5 مليون مترشح لامتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط وبالعبد يؤكد أن مواضيع الاختبارات لن تخرج عن الدروس المقدمة في مواضيع أخرى تطالعون العربوي يمثل رئيس الجمهورية في قمة منظمة التعاون الإسلامي ووصول مجموعة أخرى من الأطفال الفلسطينيين للعلاج بالجزائر من يومية النصر مشاهدنا الأكارم إلى جريدة أخبار اليوم وتقرؤون فيها تبون يلتقي الصحفيين في عيدهم العالمي وحفاوة رئاسية بالأسرة الإعلامية تقرؤون أيضا في عنوان آخر الجزائر تتكفل بعلاج أطفال فلسطينيين والأطفال حلوا ببلادنا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سفير فلسطين يثمن الموقف الجزائري وحراك الجامعات المؤيد لفلسطين يتوسع أكثر وأكثر تأتيكم بعنوان أسفل الصفحة الأولى هذه اليومية وهذه مقاربة الجزائر لمواجهة ظاهرة الحرقة خلال مشاركة وزير الداخلية في اجتماع تنسيقي بروما وفي عنوان آخر حالة الحرقة انطلاقا من سواحل الجزائر نحو إيطاليا تكاد تنعدم تطالعون في عنوان أخرى في الطربية والثقافة والمجتمع تأتيكم ضمن يومية أخبار اليوم من جريدة أخبار اليوم مشاهدين الأكارم إلى جريدة المشوار السياسي وتقرؤون فيها الرئيس تبونيو قاسم الصحفيين الاحتفال بيومهم العالمي وقفزة النوعية وانطلاق جديدة للإعلام الوطني كأبلز موضوع تم تداوله في مختلف الصحف الوطنية تعود يومية المشوار السياسي في الشق الأمني وتكتب الجيش وجه ضربة جديدة للإرهابيين وأعلن القضاء عن إرهابي والقبض عن عنصرين أو عنصري دعم بمناطق مختلفة من البلاد وتطالعون أيضا في موضوع آخر اقتصاديا وزارة الطاقة والمناجم تعلن اكتشاف معادن نادرة في طمان راست وعين جزام في ملف فلسطين وبمناسبة اليوم العالمي للصحفيين الصحفيون بفلسطين تحت خط النار وإحصاء 141 شهيدا وعشرات المختفين قصرا بقطاع غزة دون أن ننسى مختلف المواضيع التي تأتيكم على الهامش الأيمن ليومية المشوار السياسي من جريدة المشوار السياسي إلى جريدة أخرى وإلى يومية المصار العربي وتقرؤون فيها تنديدا بجرائم الصحاينة في غزة جامعات العالم تهز العالم وتتواصل احتجاجات الطلاب في جامعات أوروبية غفظا لمجازر التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيث نشبت عدة اعتصامات جديدة في جامعات مختلفة عبر العالم اسوة بالحراك الطلابي التصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية في الشق الاجتماعي كتبت اليومية رئيس الجمهورية يبرز أهم مكاسب الاقتصاد الوطني ويؤكد الدولة لن تتخلى عن الطابع الاجتماعي في الرياضة الخضر يستقبلون غينيا يوم السادس جوان 2024 بملعب نيلسون ماندلا في تمام الساعة الثامنة تحديدا وتصفية هذا في إطار تصفية كأس العالم وعلى رأس الصفحة الأولى بعد استقبال الجرحة سافير دولة فلسطين يطمن موقف الجزائر المساند للفلسطينيين من الصحافة الوطنية إلى الصحف العربية واخترنا لكم مشاهدين الأكارم يومية الشرق الأوسط التي كتبت تحذير أممي من مذبحة في رفح والحوثيون يهددون بنقل حرب الصفن إلى المتوسط في عنوان آخر تقول يومية الشرق الأوسط تركيا سلوك إيران لن يساعد أو لا يساعد في مكافحة الإرهاب وفي السودان يدعو الأحزاب أو السوداني يدعو الأحزاب إلى احترام الدولة دون أن ننسى مختلف المواضيع المحلية والإقليمية التي تأتيكم ضمن يومية الشرق الأوسط من جريدة الشرق الأوسط إلى يومية القدس مشاهدين الأكارم وتقول اليومية في عنوان رئيسي تحذيرات أممية من حمام دم في رفح وتواصل المجازر وتواصل عدد القتلى والمفقودين والجرحى في قطاع غزة رغم كل التنديدات ورغم كل ما يقوم به العالم من حراك نصرة للفلسطينيين إلا أن الأزمة لا تزال متواصلة وفي عنوان آخر تقول القدس إسرائيل تمهل حماس أسبوع اتفاق أو اجتياح رفح للأسف الشديد وفي اليمن الحوثيون يقولون سنهاجم الملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط حسب ما أتت به يومية القدس العربي من جريدة القدس العربي إلى صحيفة العرب وتقرؤون فيها مختلف المواضيع وتكتب أردوغان يركب قطار الموقف من إسرائيل في محطته قبل الأخيرة ووقف التعامل التجاري مع إسرائيل بعد أشهر من الحرب وعشرات الآلاف من الضحايا والملايين من المهاجرين في عنوان آخر استعجال روسي لخلافة الانسحاب الأمريكي من النيجر وتطالعون في عنوان آخر انقطاعات الكهرباء تصعب حياة المصريين وتؤثر على أعمالهم بصحيفة العرب مشاهدين الأكريم نطلب وإياكم معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء مرحبا بكل ناس اللي انضمت والتحقت بنا الآن ننقلكم أهلا وسهلا بكم من جديد ومرحبا بكم في فقراتنا المتنوعة والمشكلة من برنامج شروق مورنين دون إيطالة نروح وإياكم إلى أولى فقراتنا التفاعل يصبحت اليوم وهي فقرة المتابعة النفسية بعد هذا الفاصل في فقرة الطب النفسي العلاجي لنهار اليوم مشاهدين الأكريم نحن نفتح موضوع مهم جدا بالنسبة للنساء الجزائريات اللي رامي شاهدوا فينا واللي أكيد يهمهم يعرفوا أدق التفاصيل عليه موضوعنا لنهار اليوم واكتئاب ما بعد الولادة الأسباب الأعراض وطرق الوقاية والعلاج من هذا الموضوع وأكيد باش نعالجوا هذا الموضوع مشاهدين الأكريم لازم نسقسوا أو نطرحوا الأسئلة على أهل الاختصاص باش نعالجوا ونطرقوا كما قلنا هذا الموضوع مشاهدين الأكريم قبل عفوا ما نروحوا له نفتح المجال لكل السيدات اللي رامي شاهدوا فينا صباحة اليوم واللي عندهم أسئلة أو لبس في هذا الموضوع تصلوا بنا عبر رقم البرنامج وأكيد راح نستقبلوا اتصالاتكم وتستفادوا من توجيهات أخصائية النفسانية اللي راح أضرع معنا السيدة قربسي زهور رباب أهلا وسهلا بك في البرنامج أهلا بك الأخيوس شكرا على استضافة وشكرا لك من قناة شروق نيوز شكرا لك لقبول دعوة البرنامج أكيد موضوع مهم جدا سنعالجوه صبيحة اليوم يخص كل النساء الجزائرية وأي مرأة معرضة للإصابة بهذا الاضطراب أو هذا الاكتئاب بداية وباختصار في كلمات نحب نبسطه هذا المشكل عند النساء هو عبارة عن ماذا اكتئاب ما بعد الولادة أولا الأمومة تجربة رائعة لكن أحيانا تصاحبها مشاعر غريبة هذه المشاعر الغريبة لازم نعرف كيف نصنفوه كيف نتعمل معها لونك المرأة بعد ما تولد أبخي تخواجوه يبدأ تولي حساسة كثير تولي عصبية تولي تبكي تولي عندها طبيعي هذه الحالة تكون عند المرأة ببعد الولادة هذا الحاجة اسمها البيبي بلوز تكون من ثلث يام حتى الخمسة عشر نيوم وبزاف نساء يحسبها اكتئاب بعد الولادة من ثلث يام حتى الخمسة عشر نيوم تقدر تصيب ثمانين بالمئة من النساء النساء اللي بعد ما يولدو حاجة طبيعية جدا وما تحتاجش تتعالج لانه تحتاج ان المرأة تكون بيان تكون آلاز ترقود بيان بسك المرأة بد ما تولد راح تتولي ما تعرفش كفاه ترقود مع البيبي بيتو ذنك انا تجور نقول لها ارقدي كي يرقود البيبي تاعك ثلاث يام شوز تلقى هذك الاهتمام والرعاية من الاهل تحت مهم جدا ان تكون محاطة باهل يعطوها الاهتمام ويعطوها الرعاية نعم كي تلقى هذك الاهتمام والرجل تحت زوجها راح يكون سند ويحسسها بليها بتجربة مرهيش راحي فيها هي وحدة بل راهو شريك معها هنا راح تتعافى المرأة و راح تكون تخيزة لازم جميل جدا ان المرأة تتحس بهذك الشعور تعطوه مأنينة تعالي حب تعديف العائلة و خاصة يقولوا كلهم انه ارانا معاك في ربما هي تعتبرها مشكلة خاصة في ذاك الوقت اللي مرت به اثناء الولادة طبيعي جدا كما قلت من ثلاث ايام الى خمس عشرين يوم لازم تخرج من الحالة لانه الهرمونات تخلطوا الامرأة اكيد حبيتنا تعرف على الاسباب اهم الاسباب اللي تؤدي الى اكتئاب ما بعد الولادة قبل ما نروح الاسباب الاسباب نهدروا على اولا الليزورمون كالمرأة تكون حامل الهرمونات رح يكونوا زيعة بعد ما تولد البروجستيرون يكون طالع لكن بعد ما تولد المراح يشيط اكيد يكون عدم استقرار في الهرمونات نعم فهنا رح يدلها تقلبات مزاجية اذا اعراضة البيبي بلوز زادت على حدها ورجعت قلق مستمر رجعت غضب رجعت ارهاق وين تحس الام بلي ما عندها شرغبة في هذه الحياة رهي سنتطلها وين تضيف واحدة تكون عندها فقدام في الشهية ولا زيادة مفرطة في الاكل يكون عندها اهمال اللي بي بتاحها بلك حتى تكون عندها هذه الحماية الزايدة على الرضيع فهذا نقدر نسميهم اعراض اكتئاب ما بعد الولادة مهم شحال يدوموا هاد الاعراض باش ما ننصلوش الى مرحلة الخطر لازم يزولوا في هاد الفترة هاد الاعراض تاع اكتئاب ما بعد الولادة اه اكتئاب ما بعد الولادة كيف نفوتوا هادو كل ايكان زجوغ تاع البيبي بلوز دي غاك جما رح ندخلوه في اكتئاب ما بعد الولادة سي بورسال المرة كيف نتلقاش هاداك الحنان و هاداك الاهتمام فارهي رح تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة مع الاسف لكن انا اعظك نشوف انه قبل ما نروح نخير العلاج ولا قبل ما نروح نتعالج والانديسيدي نتعالج ما يخفاش علينا انه نقص في الحديد نقص جيتامين دي نقص في الهرمونات الدرقية يديروا اكتئاب نسمع لابرهم شو باللي حتى الخلل العضوي ليكم جسم الانسان يؤدي الى اضطرابات نفسية نعم دونك دو بخي فيغانس تروح تدير لزعاليس تحليل دم وتشوفوا نراهم النواقص اللي رح تعمرهم من فيتامينات من معادن بش نقولوا نروحوا العلاج اذا ما رحوش الاعراض بعد ما نقولوا تناولت فيتامينات او معادن او جميل طيب في انتظار استقبال مكالمات الناس ربما نساء اللي عندهم سؤال فيما يخص هذا الموضوع اكيد نستقبلوا اتصالتكم بكل حب ونوصلهم الى الاخصائية النفسية ما تبخلوش علينا بتفاعلكم معنا في البرنامج من مختلف ربوع الوطن لانه حقيقة موضوع يهم كل نساء الجزائرية كل مرأة قد تكون معرضة شكوين هما نساء المعرضات والمؤهلات للاصابة باكتئاب ما بعد الولادة نساء المعرضات يعني كلنا كل مرأة كل مرأة نعم كل أمها بعد ما تولد معرضة للاكتئاب دول استثناء لكن لكن في استثناء نعم نعم اذا كانت وقايا من الاكتئاب رح فسوف تنجو أما البيبي بلوس فكي ما قلت الكثمانين في المية من الأمهات معرضين ليه صوف لكان تجاوزت هذيك المرحلة لكان لقيت هذيك الرعاية والاهتمام ما رقد تبيان لقيتش كون يعاونها في البيبي وكان تندها أكيد رح نتعرفه على طرق اللي تخرج المرأة من هذ الحالة ونتعرفه كيفاش نقدروا نساعدوا المرأة في المنزل من أنها تتخطى هذ المرحلة ولكن قبل لرما نروحوا إلى هذ النقطة حبيت نتطرق إلى أربما نقطة مهمة جدا فيما يخص الوقاية من هذا الحالة النفسية اللي تمر بها المرأة ما بعد الولادة هل هناك طرق وقاية هل نقدروا نحميه والمرأة هل نقدروا نهيئها نفسيا لتفادي هذا المرحلة الخطيرة بالنسبة للنساء نعم توجد تهيئة نفسية جينيغال ما نشوفه بزاف اللي رح يديروا تحضير للولادة بدنيا توجد لك اختحال باش تولد ما يديروش تحضير ولا تهيئة نفسية للولادة اللي رح يكون عندها عام كبير في يوم الولادة وما بعد الولادة دون ما هوش راح تكون مش راح تحفي تراما مش راح تستريسي راح تعرف كيف هتتنفس مهم جدا أكيد نستقبلوا مكالمة الناس ونستقبلوا أول اتصال هاتفي معنا هذا أصباح باش نجاوبوا على تسؤولات الناس ونقولوا ألو ألو مرحبا ألو مرحبا آه للأسف الشديد نقطعة المكالمة الهاتفية نطلبوا من المتصلة تعاو ترجع بنا باش تستفاد من نصائح وإرشادات سيدة قرابت اللي رايحات راح معنا صبيحة اليوم في الأستوديو يلا نقطة مهمة جدا أخرى ضمن النقاط اللي لازم نعلجوها ولي لازم نفهموها أو نوضحوها للسيدات الجزائريات وهي طرق العلاج ربما بعد كل هذا المرحلة ولقبل ما نوصينا نقطة العلاج فالمرأة أحيانا بعد الولادة عدم ولا ما تقدرش تتقبل نفسها ما بعد الولادة هل هذا الأمر طبيعي وهل هذا من بين الأسباب اللي تؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة خاصة خاصة جسم المرأة يعني المرأة لما تولد يشترى في تغيرات في الجسم تحى طبيعي جدا فبالتالي متقبلش هذا التغير هل هذا من بين أسباب اللي تؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة حيث تتفي نورمال إنه المرأة كانت كيمي يقولك روح كانت تدخلها فهذه حاجة عادي إنه الجسم رح يتغير وهذه حاجة من اللي تخلي المرأة تكون هاك أكوز دو تقلوبات المزاجية اللي صراو كيليزورمون يتبدلو فنقولك توجور ونطمنك بلي هذي حاجة عادية جدا إنه أنه لك أخطاعك تغسية حتى تكون متعبة أو مرهقة لا لا أكيد رح يتشوف في روحة بلي دخلت تجربة جديدة دخلت معركة جديدة كيف ستدير لها ببي بي ما تعرف له سترتوك كي تكون أول مرة فنقولك هذي حاجة عادي جدا وشوي بشوي رح تتقبلي رح توالفي رح تلقي روتين لتخرج عليك ولك أختيك رح يرجع كي مكان ورح ترجع بي وأهم حاجة للمرأة أنه تدير خطوة للأمام تحاول هي بنفسها تخرج من هذا الدوامة تحاول تنسى ربما تشغل بالها بأشياء أخرى ما تبقاش مركزة في شيء واحد باش ما تخلش في دوامة الاكتئاب أليس كذلك؟ نعم من بين هذ الأشياء أنه تأسيل ماكسيمو ما تقلش وحدها لفترات طويلة تعبر على مشاعرها لكن رح يقول القناة تقول رح مرهقة تقول فهذه حاجة عادي بلاكس كي تعبر لأهلها وخاصة زوجتها على وش رح تحس رح تكون آه لازم بعدو هما بد رح يتفهموها وثاني النوم مهم جدا رح النفسية للأعصاب نعم رقاة كيتر قدر هي رح تتلقى روحة بيان تتلقى روحة آلاز تقدر حتى تواصل وحاجة وحد أخرى هي من ضمن الوقاية التي ننصح بها هي الرضاعة الطبيعية لأنه هرمون الحليب يعاون بزاف في علاج الاكتئاب اللي هو البرولاكتين فكل ما ترضى على المرأة كل ما رح تكون عندها وقاية من الاكتئاب من بدل ولادة وسيحكمها الاكتئاب رح يعاونها في العلاج هل هذه معلومة حقيقية خاصة أنه يعني ناس بزاف تقول لكوش علاقة الرضاعة بالجانب النفسي للمرأة تحديدا هل هناك معلومات أكثر بالنسبة للنساء اللي رميش هادوا فينا نعم كيف نوضح لهم أكثر الصورة نعم لأنه كما قلت الكهرمون الحليب البرولاكتين يعاون في إفراز سعادة يعاون باش تكوني آلاز ويعاون أنه تكونين ذكرها بيطبينك وبينلوبي بيتاك تزيد كثر هذه الحنانة وتزيد كثر غريس الأمومة مهم جدا هذه المعلومات نوجهوها ونقولها للسيدات الجزائرية اللي رميش هادوا فينا وندعو دائما إلى العودة إلى الرضاعة الطبيعية يلا نروح إلى نقطة مهمة في شقة الأسري نوعا ما ونشوفه أحيانا مشي كما زمان العائلات أو المرأة عايشة مع العائلة أو العائلة الكبيرة فبتالي تكون محاطة بالعجوزتها بيمها بختها بالوستهايتو ولكن اليوم المرأة الجزائرية تعيش وحدها هل العزلة التي تكون فيها المرأة في دارها أثناء فترة الولادة من بين الأسباب التي تؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة ولا تقول أنها مرتاحة هكا دون أن تدري أن هذه الوحدة تؤدي بها إلى خير لين قلت تبدأ شوي على الصماطة ومبعد تتلقى ومبعد تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة نعم كما ذكرت وقلت ديجا المرأة كتكون أم تورية كتكون محيطة بالأم بالناس اللي قريبة لها راح تكون مرتاحة كثر فالمرأة بعد الولادة تكون مرهقة بزاف ما هي قادرة تدير والو حتى لو بيبي تلقاها مش قادرة حتى تمدلو هذيك الرعاية ما لقي كورا يباغية ما كي تكون أمها تعاونها خدها لوستها هذو كاملة راح يخفوا عليها هذك التجربة اللي راح تدخل فيها ولنمط الحياة الجديد اللي راح تدخل فيه فننصح وم المستحسن أنه المرأة بعد الولادة ما تقولش وحدها حتى احنا جداتنا وناس زمان يقولولك نفسها ما تقولش وحدها ما تخلي وش النفسها وحدها يعني ناس زمان ما خلوا ما قالوا كلش هضروا فيه يلا بالنسبة للسيدات اللي أربيكم في عونهم وعندهم مشاكل ربما في حياتهم الأسرية فبالتالي عندها مشاكل مع الزوج ديالها مع الشكل مع عائلة الزوج أو غيرها بالنسبة لهذا النساء هل هنا معرضات أكثر لاكتئاب ما بعد الولادة ولو لا تقولك لانا شخصيتي قوية ومتعودة على هذا المشاكل فبالتالي ما راحش يأثروا فيه شوف خاصة في هذه المرحلة تحديدا تكون نفسية هشة يعني حتى النساء القويات والقياديات والرياديات تكون حسسة أكثر المرأة في هذا البيغياد فأكيد المشاكل الزوجية يأثروا لكن كما قلت ممكن تطيح في وحدة اللي عندها ساحة شخصية ساحة تأثر عليهم مش راح تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة طيب بالنسبة للنساء اللي معالجوش اكتئاب ما بعد الولادة هل ممكن تتفاقم الأمور وتكبر المشاكل النفسية ووشنو هي أكبر مشكلة نفسية أو إلى أي مدى قدرت تصل هذه المشاكل النفسية مع المرأة أكيد فالأم بعد ما يلاحظوها اللي معاها ولا تحس باللي راهي عندها اكتئاب ما بعد الولادة تلجأ للعلاج النفسي سيء العلاج النفسي ما قدرتش تتجاوز مرحلة الاكتئاب ما القريب كأنا توجور نقول لهم جربوا أعطيه هدية لارواحكم في هذا الدنيا ولجؤوا للعلاج النفسي فالمختص نفسي هنا رح يسمعك رح يحس بيك رح يحس بمشاعرك رح يحاول يحل معاك المشكلة رح يغير لك تفكيرك السلبي بنمط تفكير صحي أو إيجابي ما تبخلوش أرواحكم بعدها بعد ما تلجأ للعلاج النفسي سيقصوا الأعراض الحمد لله لكن إذا ما نقصوش فتلجأ للمضادات الاكتئابية اللي نحن توجور نخلوها آخر حل وإن تروح تلجأ للسجار ولكن كي إنساء يرفضوا أنهم يتناولوا حبوب المعالجة هل هذا الشيء خطير لما توصل المرحلة المرحلة للمرأة أن تحتاج إلى الأدوية وما تأكلها شرحت جاوبيني على هذا السؤال بعد ما نستقبلوا المكالمة الهاتفية اللي جاتنا ولا اللي وصلتنا صبحت اليوم وقالوا صباح الأنوار السلام عليكم وعليكم السلام وطيب الكلام شكون معنا ومن أي منطقة خيرا من ويتي بازر يلا تحية لك وكل ناس تبازات فضلي بسؤالك رأنا نسمع الله يسلم أخي يا ربي حافظك حبيت صقصي أخص أنا الثانية حبيت نقولها بذي أنا عندي مرض سيلياك مرض وشنو عفوان؟ ويحكم اكتئاب ما بعد ويادة عفوان أشغل يكون سابب دعما يلا عندك مرض سيلياك وعندك اكتئاب ما بعد الولادة هل روحتي إلى طبيب السي على العلم باللي أنا مرض سيلياك عرفتوك يجبت بلادي في ثلاثة أحب يقول مره نش نسمعه فيك مليح من فضلك أشغل العلم باللي أنا مكية حتى أشغل يجبت أولادي في ثلاثة بس عرفت باللي عندي مرض سيلياك أشغل كان فيها مقبل ومعرف كلوش فانتني طيب هل روحتي زورتي أخيصائي نفسي استشرتي سقسيتي فيما يخص العالم نعم جامي جامي وليدك الأخير شحال عندهم اللي يزاد عندها في عمره 4 سنين بنتي أربع سنوات يعني وشن هم الأعراض اللي لحظتهم على نفسك بششخصتي أنه عندك اكتئاب ما بعد الولادة؟ أنا جيني بكاتب زاف نشغل نكره راجلي نحب نقعد وحدي وشغل أي واحد يدرانها كلما نتقلق يعني هذ الأعراض جاتك فقط ما بعد ما ولدت أطفالك؟ نعم بعد الولادة وصرته شغل ما لقيتش الرعاية شغل طيب شحال في عمرك؟ شغل طيب لقوم بيها طيب هل تعيش ربما مع عائلة الزوج أو وحدك في الأسرة؟ نعم كنت عايشة وحدي وشغل مرة بظروف شغلت على الرحلة ومرة التحواجة كل شيء طيب دكتور هل عندك سؤال؟ أهل الزوج وشغل مخلقين شغل معها دكتور هل عندك سؤال؟ نعم واضحة نعم يلا بقايف الاستماع راح تسمعي إلى نصائح وإرشادات السيدة أخي صائحي النفساني برب سكتورك شكرا ربي شافك إن شاء الله اكتئاب يشخصوا امبروفشيونال دو سنتي هذه أول نقطة ولكن الملاحظة عليها أنه هي حست بالنفسين ما هيش مرتاحة بعد ما ولدت نعم تقدر أربع سنين تقدر تقول اكتئامها بعد الولادة تقدر تقول ضغوطات الحياة تقدر هنا ما تسمع ما نقدروش من جيزة نحددوه نعم من جيزة جمال هكا بلا ما نشوفه الإنسان بلا ما نعرفه ولكن نعطوها ربما نصائح تقدر تقيد به من أجل الترفيه على نفسها وللتخفيف الضغوطات عليها نعم توجر ننصح ونقول أعطي وقت لروح كنتي سبيسيال اللي كنتي من نهارك ولا من سمانة كاملة أعطي نهار اللي كنتي اللي تكوني فيه بيان اللي تتري فيه الحواج اللي تشتيهم أسي يتبدليجو أسي يتقالك عندي مشاكل زوجية أسي يتقعد في حوار مع زوجتاك وانت تناقشو وانت تفهموه من واه ومصدر هذا المشاكل بيس تقدروه وتتفهموك كيف ستتعاملوا معهم مهم جدا هذه الخطوات لأنه نساء ما يخذوهمش بعين الاعتبار وتقولك لا لا معلش من ديرهمش ولكن نقاط مهمة جدا لازم تتقيدوا بهم وتاخذوهم بعين الاعتبار وتجربوهم مرة واثنين وثلاثة أكيد راح تنجحوا في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتكم نرجع إلى سؤالي ترحته قبل استقبال المكالمة الهاتفية واللي وصلنا إلى النساء اللي ربما يطلب منهم الطبيب أنه يتناولوا الأدوية ويرفضوا نعم احنا عندنا علاج اللي يسموه العلاج بالقبول والالتزام دونك هنا الأم كتشوف رحا ما هيش قادرة تدي هذك دوا فالبسيكولوج دوروا أنه يخليها تتقبل ويفهمها علاشها راح تشرب الدوا بس كيحنا عندنا في المستمعتنا دي ما تقولك أنا كيروح للبسيكيات خساب دي غرح يعطيني دوا ليثبت باللي رعاني مريضة عقليا منه المضادات الاكتئابية راح تعاونك باش تكون مرتاحة تعاونك باش تتغلبي على الاكتئابتك سريعا جميلة جدا أكيد معلومات قيمة قدمتهم نصبحت اليوم سيدة غرابسي ولكن ما جيتش بيديك فارغين أيضا جبت معاك كتيب بعنوان أو تحت عنوان تصالح مع نفسك رحلة يحتاج أن يخوضها كل من يود التغيير باي غرابسي ظهور راباب حكينا شوي على هذا الكتاب والمحتوى والمحتوى ديالو شكرا لعفون الكتاب أنا دائغ بعد ما يجيوني لباسيونتاعي نلقى تجوغ باللي عندهم وين ما يعرفوش يقعدو مع رواحهم ما يعرفوش يديكوفريو رواحهم وين ما تجوغ يحبو على واش نشوفو في الدنيا واش نشوفو في الغزو ويتو نهارك يشوف روحو حزين ولا يقولك سيبون سيلا فان بسك تجوغ عندهم عندهم هذي كتا يقولك لازم نكون إيجابي 24 ساعة على 24 ساعة ألاغ لأك لا لا هنا وين حطيت كان شابيتر اللي حكيت فيها لا تقبل ضعفك بعدها على جلد الذات كيفاش نقصيه على انفسنا لكن في بعض الأحيان ناس أخرين كيكون عندهم نفس وشارعنا نعيش ونواسيوهم ألاغ لازم إحنا نوسيو رواحنا ولازم إحنا نشجع رواحنا ونكونوا بيوم صالحين مع نفسنا وهذه مش أنانية وفي الأخير هدرت على كيفية الخروج من ونطقة الراحة جميلة جداً وفي ختام هذا اللقاء الجميل نجمعنا صبحت اليوم على شاشة الشروق وفي برنامج الشروق مورنق نحب نوصل إلى موضوع نكران الطفل اللي قد تصل للمرأة وكتش توصل المرأة إلى هذا المرحلة؟ إهمال الطفل أو نكران الطفل فهو من أعراض اكتئاما بعد الولادة ممكن الطفل بكتكون لفام أنسنت ولا قبل ما تكتشف اللي راه يحامل يصرعه مشاكل زوجية وين تكره هذا كله بي بي ولا يصرع الطلاق ليخليها ما تحبش البي بي تاحا أو يمكن ابنها يزيد عنده تشوهات لتخليها ما تحبش البي بي تاحا وهذا الشيء نادر حدوثه ولكن قد توصل المرأة إلى هذه المرحلة وهنا تكون المرحلة خطيرة وتفقمت الأمور وزادت على حدها أليس كذلك؟ شكرا لك سيدة قرابسي ظهور رباب على قبول دعوة البرنامج جيتين من ولاية باتنا كيفاش خلت باتنا؟ بخير الحمد لله نجوة ربيعية وللبرد؟ ربيعية وهيلا بزاف يلا سلمينا على الناس باتنا ووصلهم الرسالة ونقل لكم كلكم أهلا وسهلا بكم في برنامج شروق مورنغة بواب البرنامج مفتوحة للجميع نتلقوا في أعداد أخرى وفي مواضيع أخرى بحول الله شكرا لكم انتم ثاني شكرا قيم علينا أكيد مشاهدنا مشاهدين الأكريم مازلنا هنا إلى رعاية العشرة إلا رواع فقراتنا بتنوع بازلها متواصلة إلى فقرات التكنولوجيا بعد هذا الجنجل يلا في فقرات التكنولوجيا والمعلومات مشاهدين أفضل في كل حلقة أو خلال كل يوم سبت نستضيف الشباب سواعد جزائرية وابتكارات جزائرية في كل مرة نتعرف عليها نتعرف على أهم المشاركات لقدموها وأهم التمثيل لقدموه للجزائر وللشباب الجزائري أكيد صباحات اليوم شباب خارجي الجزائرية والطلب في الجزائرية بيش يعرفون على اختراعهم ونوصلوا الحديث على كأس الجزائر للروبو تكري حاضر معنا كل من كنان مريم رشيدة طالبة في جامعة الجزائر أهلا وسهلا بك جامعة الجزائر باب زوار العلم والتكنولوجيا يلا وحاضر معنا أيضا طاس الياس طالب مستر في جامعة باب الزوار أيضا أهلا وسهلا بك بايبارك فيكو يا يوسوم يشرفنا الاستضافة لكم اليوم يعطيك الصحة شكر لكم موصول لقبول دعوة البرنامج أكيد ما جيتوش بيديكم فارغين أكيد انتم اليوم تمثلوا شباب الجزائرية الطموح الفكر الجزائري طلب الجزائريين اللي دايما ما يكونوا حاضرين في مختلف المحافل الدولية قبل ما نروحوا إلى الاختراع ديالكم وأهم المشاركات على مستوى دولي وعالمين حابوا نرجعوا إلى كأس الجزائر للروبوتيك اللي كنا استضافناهم أثناء بداية أو قبل ساعات من بداية المسابقة كانوا الوليين وكونوا السباقين في استضافتهم أكيد حبينا تعرفوا على وراء وصلها المسابقة دونك المسابقة تعنا هي آيخسي ألجرين روبوت كاب هي المسابقة الأولى الوطنيين للروبوتيك درنا لابخم يغفاز المرحلة الأولى درناها في خمسة ولايات جزائر العاصمة، وهران، باتنا، عنبا، وعننا تاني في الجنوب غرداية درنا في الجنوب عنا غرداية درنا درنا المرحلة الأولى كانوا عنا الفيناليست دوكاتيك إن شاء الله عنا نسناه في المرحلة التانية يلا كي جيتوا المرالي فات معلنتوش على الموضوع ولا على الروبو اللي اقترحتو لهذا الشباب لهذا المسابقة اليوم رح تقولونا وشنه هو روبو كما كنت شوفوا قدامكم اليوم سيتان سويفر دولين سويفر دولين، معنى؟ متعتبع لالين تحطوه روبو تحطوه في إين لين يقعد يتبعها من البداية التحاة إلى النهاية التحاة ثم إحنا هذي الاتيماتيك اللي كانت بغلب خمية أخفاز وعليش خيرنا هذي الاتيماتيك بالضبط باش نتاستيو اللي باس تاعة اللي باقتي سيبونت عنا في الروبوتيك ثم باش يوصلوا لفينال هما دبينا تكون عندهم إمبون باس في كوتي روبوتيك ثم إحنا الروبو هذا فرنم الكلاب سيلك ثم إحنا خدمناه سواء باقتي إلكترونيك ولا باقتي ميكانيك لجورجي كما سبقنا وستضفتنا الأخي يوصف كانت التيماتيك ماشي باينة ثم أعلنناها لجورجي وكانت ماب ماب تاعنا عبارة عن ساركويت إلكترونيك ثم إحنا دبناها كونسبت الإلكترونيك وكانوا دي ديود دي كاباسيتي سما دي كمبوزن إلكترونيك غيال ثم اللي نستعملوه في الضمانة الإلكترونيك 100% جزائرية مئة بالمئة جزائرية جميلة أهم حاجة خدمناهم في اللوكال تاعنا في اللوكال تاع الكلاب جميلة جدا طيب ثم اللي جورجي كان عليهم البروغرامات كان عليهم البروغرامات باش يجوز له ديفي هاداك اللي ديفي اللي كان في فلاما وش هل عطتهم فترة باش يجسدوا هذا عطيناهم بدات المسابقة متسعة ونصف حتى حوالي ربعة مساء كان عندهم فترة تاع 5 كورغرامات قدروا يصلوا خمس سواعي قدروا يحقوا فيها نعم صحيح جسموه أنا ايطاني تماما ما معنا لفنتاج تحت لكم�티 Aussف تماما ما ليمتانا شلاج يعني كابل باشاري ماشي آي اي اي لا باشاري نائر صان قدروا تعاني خمس سواعي بتطلق الكود تستو عندنا فترة تاع تست تما يكتبوا الكود التحدث وعضي تستو وعضي تهم اخر شنس جميع تقدم الكود التحم وعضي. الحمد لله نحكو شوية أيضا على هذا الروبوت ويقوم بمتعارات المتعارات يعني إذا كباشرين ماشي لا باشريني بالمئة تحب السوية كتب الكود تستاو عندنا فترات تست تستاو الكود التحام و بعد عندهم اخرى يجب أن يصقم الكود التحام و بعد عندهم الحمد لله. يالله نحكو شوية على هذا الروبوت اللي جبته وشيدير وكيفاش يتشغله نعم الروبوت اللي جبناه كما قال ثم نعطله خط السود ويمشي نقدر نجربه مع الآزف مع نش الخط السود نقدر نشغله يشوف المشاهد نعم يجب أن يتبع يجب أن يتبع الخط ولكن يتبع الخط نعم يجب أن يتبع الخط طيب وشن هو الأهداف هذا الروبوت وش قادر يتطور وين قادر يوصل حفوان احنا الهدف تعنا هذا الروبوت قادر نخدمه في الجزين وعلش ندعه في الجزين باش نقص التعب على يبدو العاملة تما كي يكون خطوطي تما كي تكون عندك ماتريا تقدر تخدمه ماتريا التحديد باش يولي يرفضلك وش يسموه فلوجين تاعك يرفضلك البضائع تاعك تما باش نقلل البضائع من ماتريا تما كي يكون رياليزازهم لاحظ تما يكون يحددون يقدر تبعه وتنقص الجهد يجيب واحد طيب كنا شفنا أيضا تعرفنا على الفائز في المسابقة السابقة وكان حاضر معنا ورواس المشروع وهل نقدر نشوفه لأقريب نشوفه في أرض الواقع أو لا 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 نعم يخدم مع ويخدم مع اللاني باسي وكانت لاتيماتيك تاعنا هي الحرائق تما أغوبو صفتاج تاعي لزان صوندي كيما كتوف هولي كفوبو تاعنا ثوبو قلت لك حرائق تما عبارك من الحماية البدانية من قدوش يوصلوا في الجبال ولا مناطق الوعيرة ثم احنا نعمل نفات لاتيماتيك حبينا نديو انتيماتيك ريال وانتواكب الواقع تاعنا المعاش في الجزاء نحب نوجه تحية بركة المخرج عبدوليرا ومواكب كل تفاصيل الحديث وادق تفاصيل هذا اللقاء كما قلت لك تمارا فينال كانوا يربحوا معنا ليزي كيبتر وغانيوت هم دوك ميكملوا في البودويت تحبت فينال مع سبونسور واني ان شاء الله حقيقي ينعلوا على المنتوج جزائر ان شاء الله بيقى بالمئة جميل يلا مريم نحكو شوية على المسابقات أو نحكو عن المسابقات الدولية اللي شاركوا فيها الشباب الجزائريين كان على باليبلينتوما أيضا مثلتوا الجزائر ومثلتوا الشباب الجزائريين في مختلف المسابقات الدولية حكينا شوية على بعض الألقاب اللي جبتوهم وين وصلتوه في المسابقات سيلك داي من بخامي بخي توجو نمبر وان شاركنا جميل هذا الثقة وهذا الابتسام اللي تشملها داي من نمبر وان توجو ندو سيلك داي من نمبر وان شاركنا في المسابقات العالمية جونكشن سيتان أكاتون ولكلوب سيلك داي من المرتبة الأولى ما بين قاع القلب والمشاركين تاع قاع العالم شاركنا تاني غساما في المشاركة ما هو الروبوت اللي شاركتو بها أو الفكرة اللي شاركتو بها هكاتون عندك إيدي عندك مبريماتيك وانت ترياليزيها في طروازور تمام مبريماتيك تمام كلنا نحن نشاركنا في تلقنا في جونكشن في فنلند اللي يعتبر أكبر في فينلندا أكبر هكاتون وعالميا نحن نشاركنا في العمليفات وننضمنا الجزائي وأول مرة في إفريقيا جميلة جدا وثانت كما غساما كنا نشاركنا في كمبيتيشن في الروبوتك كما في المسابقة المشاركة العالمية المسابقة الإفريقية في المسابقة العالمية في المسابقة العالمية في تونس كانت بين العرب بين كلاسينا في ناليس بلوس طروازين بلاس بين 67 إيكيب ثم ونحققنا نتيجة وتاني تفقيني مربوطين كلاسينا في المسابقة ثم توجد في كورتي ناسيونال انترنسيونال ما شاء الله ديمات كارتوني وديمات تخدير وهذا مربوطين أنا حاب ندخل به في الكمبيتيشن إن شاء الله وعلى شلالة لأنه حقيقة إبداع بسواع جزائرية مئة بالمئة جزائرية نقطة أخرى نحب أن نطرق لها أيضا وهي ربما الذكاء الإستناعي لليوم راه يلقى رواج في العالم ويلقى اهتمام كل صناع أو للمختارعين والمتكرين في العالم هل تشوفوا انتوما كشباب ونطلب في هذا المجال أو مجال التكنولوجيا أنه سيساعدكم من الذكاء الإستناعي ولا تخوفوا منه بكل صراحة صراحة ما تخوفوش منه لأنه نحن الانديرات ما قدش نخاف من حاجة اللي أنا نتحكم فيها أنا اللي نديرها كنت خير نشوفوا بلك الانتليجنس الأرتيفيسيال تعاوننا نحن يا انتونك تكنولوج أنه نديفلوبي ونديفلوبي ورحنا ونديفلوبي في أي مجال تعديد قد تعاونكم؟ بعدة مجالات جبنس تعاوننا فقاع المجالات تعالى تعالى هل إبداع الابتكار المساعدة التطوير وغيرها؟ سوف تطوير المساعدة تعاوننا بزاف الرشاشة كيما لأداك الاشتراك نقدر نقوله بارميليجيوتي الماتيماتيك هو بازي على ديماتخيس ثم نقدر نستعمله في الكالكول وفي سرعة في البوحث وتطوير كما قلنا ثم في اليروشابش وثم في دومان الابنتيك إنتقال الإنتليجيون أرتيفيسيال في دومان الإلكترونيك أوتوماتيك في دومان تيليكومينيكاشن في دومان تيليكومينيكاشن ولينا نستعمل الدكاء الإستيناعي بش نلوكاليزي وبركزنب لذين نحب أن ندير فيهم الريزول التواني يلا نقطة أخرى نحب نتطرق لها وهي ربما مجال اهتمامات الشباب في عالم الاختراع والابتكارات وين ندور مجال الاختراع ربما من خلال الكلوب ديالكم أو من خلال مشاركتكم في مختلف الفعاليات اهتماماتكم وين راي تدور تحديدا نحن الوبيت في الكلوب سننشغل ثقافة الإلكترونيك والروبوتيك ومعلا بيها مثل ديزيبان موكيمة أو ديزيبان موكيمة أو ديزيبان موكيمة أو ديزيبان موكيمة نحن نحن ندورها في الكاتروجيون ناسيونال في الشرق والغلب في الجنوب والشمال لكي نعطيه فرصة كبيرة الكاتيغوري يقع بشي ويوجد الكاتيغوري يقع بشي وأنا أتعلم أين يتعرون تحديدا في الوطن المنسيين والروبوت الولايات المغلية حيث الوطن المستخدمين ماانا في الدولي أو كالتحديدا الكثيرا كما كنا نستطيع عمل في الروبوتيك وهذا ما نточعي فقط وبإهمار الترتيج للذينهم وأيضاً收 messenger بالتأ體oral من ماهج النار فrittaine إسمائهم فعد ضخورة إنهم سرح في المسؤولات ولا أسألوا حقاً ماهجات الأترجم النظام بذلك الأساسية جدا politique ومتحمسين ومعانات أمسكحة ومعانات أمسكحة ومعانات أمسكحة أصدقائنا أن نقدرنا ومعانات أخرى ومن المتحدثين ومعانات أخرى أمسكحة أخي يوسف الآن يوجد شخص ألعب بسيطة أثني أتباه عن أليس تأكيد سيكون تأكيد أما أنت تستخدم الإعائجار على النوارف إلي تقلق عليكم الإعابة في اللغة نقال بالله في التعبير ومثال عن المسابقة بشكل تجاري عن التعبير وقد أروا فلافين حتى أدريك مريقا تعود بنا حاجة إلى التعبير سأتعلق سأتعلق بنا سأتعلق بنا هنشاء الله سأتعلق بنا أم من الأنعب سنحن نحن نطيف إذا نحن نطيف أم نطيف شرط وهذه المسابقات يعني مفتوحة للجميع ماشي شرط يكون مفتوحة للجميع يعني كل واحد يلي انترسي بار احنا نحضر دوك سبيسيال مو على ARC الجرين روبوت كاب كل واحد يكون انترسي بلا روبوتيك يقدر يدخل في عمله 4ان 3ان 60ان 60ان المهم يكون انترسي هذه اهم حاجة انكم تفتحوا المجال للشباب كلهم المبديعين يعني ماشي شرط يكون تخصص دياله في التكنولوجيا ولكن مهم عنده الفكرة والابداع ويقدر يجسدها على ارض الواقع سيصال لبيت تعني قلت لك نكون انترسي والحمد لله هاد المسابقاء معترفة من الدولة الجزائرية وان كانت سوفا غيني تحت وزارة الشباب ورياضة اللي كانوا دعمونا بزاف ستوفرها وبرمي لبيت تعنيت اللي يحبين حقوهم في هاد الكمبيتش وما حبين سيلي ميتاش قلت لك لدي بلاس مو كي معبنى بلدي تشاركة في غير مو كي معي ويحدث تعني ايضا العاصمة هي أكبر مولاية ويحدث في حينها كبير نحن 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 مع كلب ويحدث ما نحن 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 يمكننا وصل التضامن لشباب الجزائري بالتضامن ويحدث كنا كنا هنا هنا وضع 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 يعني كيف شاركة في مختلف الوطن بشير وشير وكما نحن كما قال المنكو لاغلياس في شاك ولاية عنا دي كلوب بارتنار هما لي عاونونا نكولابوغي وبين سور مع وزارة الشباب الممد أهمية هذا التعاون يكون بينكم بين مختلف النوادي في مختلف ربع الموضر الأهمية هذا المزيج لي كون التعاون يكون بينهم بين مختلف النوادي أهمية تعاون بهم من قدروش نديرو الجنوب بوتكاب بسكو إحنا كاكلوب صيلك عنا بوكو دو كباسيتي ونشوفو اللي كبير الله يبارك لنقدروش نجيريوات يكون تشاركون بحيث تحديد مقابلت سنزول مقدرتش ندي بلاسي وماتما كأصيرا هنا نحن نتعاون وزارة شباب ورياضة برعاية ضارة شباب عبد الرحمل العلاوين وطفتنا لزور برج لكي تضيجين من قبل اليوم من قبل اليوم جوجي عنده وينيبات عنده تلانس بوف تسمى هذه تشهيلات الدولة ومهيئة تستقبلوا هذا الشباب المبتلين وهذه الأفكار وهذا النوابغ الجزائرية ربما في الختام كلمة رسالة تحب توجهها للناس اللي ريتشات فينا صبحت اليوم ولا للشباب اللي كيما انتمو يشرفوا تزير في المحافل الدولية الكلمة اللي اللي نوجهها لهم كتكونوا تحبوا حاجة فانسي الكلمة اللي كرهون هنا يدعم المواهب يتفضلوا يحطوا وشكين في رأسهم يحب يحطوا ويسو سو كونسنتروا على هذا ويسو لانس في الروبوتسك وانا جمعات باب الزورتانية تحت اظنكم طبعا جمعات باب الزورتانية تحت اظنكم وانا جمعات باب الزورتانية نشكر اي بناد ما عاوننا في عارسي في الجنة الروبوتكوب وانا وصلنا للنجاح تحال الحمد لله من البقم يغ ايديسيون نجح طبعا الاولى مهدنا باش نكملوا فيها حتى لطل وازم ايديسيون نشكر جمعات هواري بمديل العلم والتكنولوجيا وانا احتاضتنا هنا في العاصمة وكانت اصيرتنا ليفر المون بالاضافة الى وزارة شباب ورياضة بدعم من المدير تعاش مديرة دار الشباب عبدالرحمن اللعلى المتواجدة بالمدانية وكان تعاونتنا بزاف وانا احنا انفتاني تانا حابين نعاونوا ليجون وليباسيوني بشي ماما يكون ايتيديون ولا ايلا في السيام ولا في الليسيا ندولهم دار الشباب عبدالرحمن اللعلى ونعرفوهم الضومة على بوتيك وليلكتروني مهم جدا مهم جدا مهم جدا بيانشا كي كونت فلصغير قاد عنده كاباسيتي بشيرفد ويجعل لك دي برويجي ثم ماذا بينا شغل ننفورميهم بشي كي إدال ان شاء الله كتب الوربي ونقاف جامعة هواري بمديل العلم تكنولوجيا في الكلية هندسة الكهربائية و المتواجدين ثم محشد جي صعوبات في كوتي ديالاسا وتعني انت حيديدو في برويجي كنا على الأقل عنده نبدأ عنده حواج باسيطة يبدأ عليهم هذا الهديو شي ما باسيطة حواج نعطوهم لا بازوي غير كي ما درنا ان واركشوب في السمو في دار الشباب جونا دي لسيان كانت من ثانوية عدراريا كانوا شباب من مختلف القطاعات كانوا دي لتراير دي سيانتيفيك ما تيلام كانوا قاعي ستتخز انترسي وكانوا نعطونا لهم هذه المعاملات لكي نزيدنا تبادل يعني تبادل أفكار بانشور مدينة تحضر الشباب اللي هي تعاوننا بزر ونحن تاني شكر برنامي شورو غمور اللي داي من موافدكم ومرافقكم الحب دول الله يخبر نعم لكم صحة سماما لكي نصيتها المعامل وممكي حبيتوك بفرستاشن إن شاء الله لفينال ونشاك إن شاء الله لفينال اللي حتكون هنا في العاصمة إن شاء الله ونحن تكون تماتيك إن شاء الله سيوتانتوشي وان كنتي غيال اندستريال ربي وفقكم إن شاء الله ربي يعاونكم ويوصلكم وأكيد نفخروا بكم ونفرحوا كي يشوفوا الشباب كي ما هكذا باصشوني بهاد الاختراعات وهاد الابتكارات اللي تشرفنا ونشوفوها بإذن الله على أرض الواقع وعلى الشلال ونخرجوا وحتى نعودوا نشيروها مستقبلاً إن شاء الله هذا هو اللي بيوت لتعنا نديروها في الزائر ونسوقوها ونسوقوها نشكر قادرنا دي سيلاك ليعيّوا بزاف على هاد الكمبيتيسون ليعيّوا بزاف باش يمدوا مجهود كبير ذيك كم علابة لك أخي يوسف نحن دي سيتي ديون ثم بش توفق بالحياة الدراسية وتروغانيزي الكمبيتيسون سيدي جان المراليفات الممثلة على هاد المسابقات كان مسكين اللي هنا ومن بعدها رح ديلك مباشرة لاستقبال الضيوح والبداية نحن دي بلاصينا تانت الولاي ثم الحمدول لهم ثم نشجحهم تانت نعطيلهم متاعية شكراً لك لياسو شكراً لك مريم على قبول دعوة البرنامج نتلقوا في أعداد أخرى وفي نجاح أخرى بحول الله بتيوسف مرحبا بكم اليوم وغدوة وفي كل وقت أبواب البرنامج مفتوحة لكم وكل الطلبة وكل طلبة النادي اللي ينشط معكم وحتى طلبة جامعة باب الزوار لتكنولوجيا شكراً لك شكراً لك تحية صباحية عاطرة نزفوها لكل نسوين مكانهم مرحبا بكم من جديد برنامجنا ما زالهم متواصلون وضيوفنا ما زالهم متواصلين في الستوديو دون إطالة نرحبوا بالفنانين والفن الجزائري أكيد له حيز كبير في البرنامج في كل عدد يكونوا حاضرين معنا شباب أصحاب أصوات ومواهب مختلفة دون إطالة رأو حاضر معنا صبيحة اليوم الفنان أسامة جروري فنان جزائري الشاب نتعرف عليه أكتر وأكتر بعد هذا الفاصل إذن الفنان الشاب أسامة جرورو كما قال لي صحح لي الأسماء أنا عندي مشكلة في الأسماء يعني ما تزعش مني شكرا لك أسامة مرحبا بك يا بلاطو بارك الله فيك شكرا على حسن الاستضافة أخي يسفي حياوي إخويا شكرا لك على قبول دعوة البرنامج وأكيد أبواب البرنامج مفتوحة للجميع وفي كل وقت تقدر تجي مرحبا بك شكرا جزيلا يلا جيتنا من الولاية عنابة بداية كيفاش خليت الولاية؟ خاصة أنه كانت الولاية تحتضن واحد من أجمل وأكبر المهرجانات السينمائية في الجزائر وكنت حاضر فيه أنت تاني؟ نعم كنت فيه حاضر بصفتي مغنية الحمد لله كان مهرجان حافل بالمفاجآت وحافل بالأفلام الراقية وبحضور الفنانين أيضا يعني نوره مدينة أكيد مدينة منورة بشعبها وبناسها وبشبابها وبمواهبها أيضا يلا نتعرفوا شوي على أسامة جرورو شكل هو؟ أسامة جرورو أخي شاب من وليد 1996 ولدت في مدينة عنابة فنان متعدد المواهب يعني أخذت لمسه في عدة مجالات مثلا في التصوير الفوتوغرافي سنحكو على التصوير من بعد اللي عندك قصة معه نعم عندي قصة قصة يعني لا توصف في الغناء أيضا في طبع الملوف والعاصيمي في الموديرن حاجة كما هكذا مؤخرا دخلت في عالم تمثيل المسرحي الغنائي الغنائي جميل جدا هذا النقطان حب نسلط الضوء عليها من الغناء إلى التمثيل أكيد هما دائما في كف الفنون ولكن كيف تأخذ تجربة التمثيل لأول مرة على المسرح يعني؟ نعم هي كانت يعني صدفة صدفة سمعت كاستينج في المسرح الجهوي عزدين جوبي عن نابا رحت رفقة أصدقائي الفنانين يعني أولاد المسرح كما نقولوا إحنا رحت باش ندي خبرة في كاستينج المسرح كنت آخر الحضور قالوا لي أصدقائي جرب ما خسر حتى شيء يعني يبه نخد يعني تجربة نعم تجربة نعم جديدة في مشوارك الفني نعم أعطوني نص أخي طلع درت كاستينج وما كنتش حاط في بالي يعني باللي راحين يتواصلوا معايا تواصل معايا المخرج السينوغراف المعروف يعني في هذا المجال الحبال البخاري لنوجه له تحية كبيرة بما هذه المناسبة وأعطاني دور مهم جدا دور مهم جدا في هذا المسرحية مصرحية حلق إيشبيليا أكيد درت ضجة وخذات نجاح كبير على المستوى الوطني يعني حتى رجولها وسوقولها وحتى الفيدباكت عن الناس اللي كانوا حضروها نعم رائع رائع جدا مصرحية كلاسيكية عفوا كوميدي ميزيكال تحكي على قصة حب ما بين أمير في مدريد وشابة يعني من الطبقة المتوسطة كانت مصرحية في غاية الروعة كما قلت لك الأخ العزيز أعطاني دور مهم جدا في هذه المصرحية وهو دور غنائي ودور تمتلي الكونت الماضي يلا باش نقولوا للناس بما أنك فنان أكيد لازم تسمعنا مقطع كابي لن تعرفوا على صوتك في البرنامج الناس لي ما تعرفش أسامة بالطبع يلا سمعنا هكذا مقطع سمع أخي نعطيك استخبار حجاز وبعد نروح اليابهي الجمال سمع أخويا أتاني خيالك في ظلام الليلي يبارق أتاني خيالك في ظلام الليلي يبارق فقلت أهلا وسهلا يا زين المعاشق فرد لي نومي فرد لي نومي من سرقت نومي سارق فنتقزال وقال لي أنا ما بسارق في بحر حبك غارق في بحر حبك غارق في بحر حبك غارق يا باهي الجمال جد لي بالوفا يكفاد المطال قلبي شغفا أرشف لي زلال شهد القرقفا يا محل الوصال من بعد الجفا جميل جدا صوت أكثر من رائع شجي ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الصوت بارك الله يلا نشفنا في اليوتيوب منشط بزاف ما شاء الله فيديوهات وكوفرز تحطهم على صفحتك الخاصة وين يلقى روحه أسامة وين يحب أو ستيل أو النوع الغنائي اللي يحب يؤديه أخي أنا نحب نكون في الغناء اللي نقدر نقوله نضيف أي طابع؟ أي طابع راني يكون فيها مهم جدا أنه اليوم نحافظه على الأغنية نقية الأغنية نظيفة في الفن الجزائري مع أنه تشوف الوقت اللي رانا فيه يعني صح في بعض التلوث السمعي السمعي للأسف الشديد كي ندرك كلمات يدخلوا البيوت الجزائرية يعني للأسف طيب تحاول دائما تمزج بين الفن والغناء أو فقط تحافظ على اسمك كمغني وتباعد على التمثيل خاصة أنه خط تجربة في حلاق شبيليا صديقي أنا نستمتع يعني في تغيير مجلة الفنية نستمتع في خوض تجربات جديدة يعني في الفن مهم جدا أنه الفنان يجرب كل أنواع والطبوع باش يبقى على نوع غنائي أو نوع موسيقي أو نوع من أنواع الفنون أو الإنسان منذ البداية يحافظ على نوع واحد مع أنه دركة أنا نخدم تمغني أوريونطال يعني جميع الطبوع نقدر نقدر نقديها نعم ويعني مارست فن الطبخ أيضا يعني شاف تاني ما شاء الله بالإضافة إلى أنك شاف أنت مصور فوتوغرافي وحتى شاركت في بعض المسابقات للفوتوغرافيا فهمنا ولحكينا شوية على مشوارك في مجال التصوير نعم يعني وعندنا صور أيضا لبعض الصور ليك نعم مارست صورة فوتوغرافية بداية يعني منذ صغر والتحقت في ورشة سمع البصري لدار التقافة عن نابا محمد بودياف أستادي كان أحمد هامل غني عن التعريف وجهة وتحية من هذا المنبر يعني كدخلت هذه الورشة شفت باللي كين جماليات لا يراها وناس آخرون صح يعني الصورة تحكي وحدها نعم كما نلاحظ في هذا الصور اللي نشوف فيه في هذا الصور اللي نشوف فيه كنت نستمتع في تصوير يعني حكينا شوية على هذا الصور يلا كنت نستمتع في تصوير الشارع وخاصة إخوانا لاجئين في الجزائر كنت نهزد لكاميرا يعني ونستمتع في تصوير الشارع نعم شارع الجزائري صور جميلة جدا وتحكي صور معبرة هل شاركت بهذا الصور نعم شاركت في صارونات وطنية ومحلية احتضنتها مدينة عنابة والحمد لله حصلت على تكريمات في هذا المجال والحمد لله شكر لله الحمد لله أنه مبدع في عديد المجالات يلا جميع الشباب يحلموا يكون لهم قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ولا حتى في بلدهم هل فكرت يوما أنك تشاركت في مختلف المسابقات الوطنية والحطة العربية لتستقطب وتجذب الشباب وأصحاب الأصوات الشعجية كما صوتك بالطبع مؤخرا في مهرجان عنابل في المتوسطي شاركت في ورش التمثيل اللي كان معانا فاها الفنان القادير خالد بن عيسى وفوزي بن براهم درنا ورش التمثيل والحمد لله حصلت على شاهدة ومدى بيا كما قلت الأخي بالنسبة للغناء كان مسابقات عربية تستقطب الشباب العرب هل فكرت يوما أنك تشارك وتمثل الجزائر في هذه المسابقات في الغناء؟ بالطبع لكن ما زلت ما جاتش فرصة جميل جدا صور أكثر من رائعة صوت جميل هذا في حلق إشبيليا جميل ورقاء الثناء أيضا زيدوا وش عندك مواهب مخبية؟ والله أخير أنا نكتشفه جميل جدا أن الإنسان يكون مفتح على مختلف المجالات ومختلف الفنون خاصة أنه يكون وللأهم حاجة أنه يكون عنده فكر فنان ربما نشوفوا شباب يلقوا صعوبات في أنهم يصلوا إلى المجتمع يوصلوا أو يعبروا على موهبتهم فيلجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تطبيق تيك توك وإنستاقرام وليلقوا رواج من بعدها وينشهروا هل أنتم بين ناس تأيد فكرة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل إلى الشاشة سواء في الغناء ولا في التمثيل ولا تفضل أنه تروح مباشرة والبداية تكون بطريقة احترافية وجميلة كل صراحة أخي كريم شوف نقول أخي حاجة كان شباب ما عندهمش فرصة يعني في أنهم يبانوا باكوخ وذلك يعني ما عندهمش مرافق تحتضن مواقع التواصل الاجتماعي لكن المهم أنه يكون محتوى أراقي ومحتوى هادف يعني يكون مؤثر بطريقة إيجابية ليس بطريقة سلبية أنا لا أشجع يعني الطريقة السلبية يعني في التأثير كي نسياسر يعني لشؤوا لمواقع التواصل الاجتماعي لإبراز المواهب ونشحوا وبانوا وبانت المواهبات أحب صح ما فكرتش أنه تفتح مجال نفسك أنه تدخل عالم ربما مواقع التواصل الاجتماعي بالتمتيل يعني أبلا بالغناء بالتأكيد مدابية يعني نبرطاجي الفن التاعي مع الناس ياسر كي الناس ياسر ما تعرفنيش كي الناس ياسر تحب تتبع أخي كريم فمتاني مواقع التواصل الاجتماعي راه يتساعد يعني في التعرف على الفنان وتعرف على الأعمال اللي راه يقوم بها يعني بالطبع وأكيد برنامج شروق مورنينج يساهم أيضا في استقبال ضيوف والتعرف بهم أيضا أكيد شكرا أخي العزيز على هذه الاستدافة على العين وعلى الرأس أكيد رأك في دارك وراك بارك الله فيك أصدقائك كل أبواب مفتوحة لك في أي وقت حاب تكون مرحبا بك أنت وكل الشباب الموهوبين عفوا في مختلف أربوع على الوطن بارك الله فيك ربما نختم هذا اللقاء الجميل الخفيف للضريف اللي طلت من خلاله على الجمهور الجزائري وعلى قناة جزائرية بامتياز بنغمة أو أداء لك أول حاجة قبل ما نختم نحب نوجه تحية كبيرة وراح الكاميرا هاي الكاميرا ديالك يلا نوجه تحية كبيرة للولدة كريمة اللي تشوفينا وكانت تسند كبير ياسر في ظهري إن شاء الله ربي يحفظك لي يا أمي الغالية وإن شاء الله ربي يطول في عمرك بإذن الله إن شاء الله يا ربي وش حبي يسمع أخي يلا أعطينا نغمة هكذا طرابية أو لا نختم بها هذا اللقاء الصباحي الجميل باعي ساقني كأس الهوى من الحب صافيا ساقني الهوى كسون من الحب صافيا من الحب صافيا من الحب صافيا من الحب صافيا من الحب صفيا من الحب صافيا من الحب صعم المصدرى من حب صفيا لforming اشتركوا في القناة